فمن باب السنة أن نلبي ونرفع أصواتنا بالتلبية منذ أن يحرم الحج حتى يرمي جمرة العقب الكبرى في يوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر فلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حقا حقا لبيك صدقا صدقا لبيك تعبدا ورقا لبيك فكل القلب لك لبيك قد أتيتك والمغفرة منك جئتك والأمر إليك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومن باب موضوع التلبية إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ورد أنه لما رفع البيت قال الله له يا إبراهيم أذن في الناس بالحج يعني أعلم الناس بالحج عرف الناس إن فيه بيت يحج إليه فسيدنا إبراهيم أجر الأمر على عقله وقال يا رب وما يبلغ صوتي المكان قفر وصحراء وجبال من هيسمع ومن يقرأ سطي روح فين فيش لا مكبرات ولا مواقع تواصل اجتماعي ولا شبكة معلومات دولية الإنترنت ولا فيسبوك ولا نيلسات ولا أقمر صناعية سطي روح فين يا إبراهيم أذن في الناس بالحج فقال إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي فسيدنا إبراهيم لما قال له يا رب وما يبلغ صوتي فقال الله له يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا الإبلاغ عليك أن تؤذن وعلينا أن نبلغ اعمل اللي عليك يقول لك فوقف إبراهيم على جبل أبي قبيس أو أبي قبيس ثم نادى وقال أيها الناس إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه ورد لما صعد الخليل على جبل أبي قبيس الجبال اللي حوالين الجبل ده في مكة اندكت وتواضعت ودخلت في الأرض لتوسع المجال لصوت إبراهيم وقد وصل صوته إبراهيم إلى كل الأرض كل العالم وبدأوا يلبون تلبية لنداء إبراهيم فلب الأحياء والأموات والأجنة في أرحم الأمهات والذرية في ظهور الرجال الكل لما سمع إبراهيم لأن الله هو الذي تولى البلاغ قال له عليك الأذان وعلينا الإبلاغ فسيدنا إبراهيم وقف على الجمل وقال أيها الناس إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه فرد الأحياء والأموات والذرية والأجنة في بطن الأمهات بحال لا يعلمه إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك